بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأحبابه وبعد فنعيش أيضاً مع من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم في هذه الدقائق وهي كما قلنا شذرات بل أقل من شذرات وإلا فالكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم قويل جداً ولا ينتهي وأيضاً ليكن حديثنا من القرآن حتى لا نخرج عن المناسبة التي نحن فيها في هذا الشهر الكريم شهر القرآن يقول ربنا تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم هكذا وصف ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات الجليلة والجميلة وبهذا القسم المؤكد المحقق لقد جاءكم رسول من أنفسكم صلى الله عليه وسلم أولاً أولاً إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان أزكى البرية نسباً وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله اصطفى كنانة من بني آدم واصطفى من كنانة قريشاً واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم أي هو صلى الله عليه وسلم لم يزل خياراً من خيار من خيار وذلك اسمه المصطفى صلى الله عليه وسلم وهكذا ينبغي للمسلم أن يعتقد حتى قال بعض العلماء بعض العلماء ليس الجمهور أن يجب حفظ نسب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف الإنسان والنبي صلى الله عليه وسلم إذن هو من لب لباب العرب وهو خير الناس وأفضل الناس وأزكاهم نسباً صلى الله عليه وسلم فقد جاءكم رسول من أنفسكم أنتم تعرفونه عليه الصلاة والسلام فهو منكم فكيف تعارضونه وكيف تقفون ضده أيها العرب في حماقتكم يا أيها المشركون أولئك الذين عارضوه وقفوا ضده صلى الله عليه وسلم كأبي جهل كأبي جهل وأضرابه الذين ذهبوا إلى جهنم وبئس المصير لا شك أن حسرتهم ستكون قاتلة يوم القيامة نعوذ بالله نعوذ بالله الله تعالى قال عزيز عليه ما عندتم يعني يشق عليه صلى الله عليه وسلم أن يصيبكم أن تصيبكم شدة ولذلك جاء التشريع في غاية اليسر وقال تعالى لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ببركة هذا النبي صلى الله عليه وسلم كانت شريعتنا أسهل الشرائع وليس فيها أي تكلف ولذلك لا عذر لمتكاسل لأنه الله أعطاه أن يعمل وفق طاقته فإذا قصر عن ذلك فيكون هذا من باب التكاسل ولذلك العلماء رحمة الله عليهم وضعوا قواعد مهمة في أصول الفقه منها إذا ضاق الأمر التسع ومنها لا ضرر ولا ضرار ومنها المشقة تجلب التيسير وهكذا ومن حكم الشعري قول صاحب البردة رحمة الله عليه لم يمتحنا بما تعي العقول به حرصاً علينا فلم نرتب ولم نهيمي والحمد لله رب العالمين إذن هذا كله كان ببركة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان يكره كثرة المسائل خشية أن يسأل شخص شيئاً ثم يفرض على الأمة بسببه ويكون في ذلك ثقل عليهم فالحمد لله رب العالمين حتى لا يكون فيه ثقل على هذه الأمة حريص عليكم حريص عليكم أي على هدايتكم وهذا الشامل حتى للكافرين فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بإسلام الكافر ويقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ذلك ولما أرسل سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه إلى خيبر قال له على رسلك يعني تمهل يعني لا تبدأ القتال فلأن يهدي الله بك رجلاً خير لك من حمر النعم كما مر معنا في بعض المناسبات فإذن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على الهداية إلى درجة أن الله كان يطمئنه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين وهكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان شديد الحرص على الهداية ولذلك نحن إذا أردنا أن نتأسى به فلنكن أيضا شديدي الحرص على هداية الناس نسأل الله أن يعيننا على ذلك وأن يوفقنا لذلك لأن الدعوة أمرها مطلوب من الجميع كل مسلم أمكنه أن يدعو فيجب عليه أن يدعو ليس هناك رجال دين طبق معينة بالإسلام لا في أهل اختصاص صحيح لكن الدعوة بابها مفتوح لكل أحد ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فكما ترون أن الآية تتناول كل مسلم فينبغي له أن ينشط إلى الدعوة ولكن كل بمقدار ما يستطي وحسب إمكاناته لأن الدعوة لها طرق ولها فنون والإنسان ما لم يتعلم شروطها وآدابها ربما يفسد أكثر مما يصلح فعليه أن يتعلم ذلك حتى يحسن الدعوة إلى الله ثم ربنا ختم الآية بقوله تعالى بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم يعني بأمته هذه تخص الأمة المحمدية رحيم بهم في الدنيا وفي الآخرة يدعو لهم ويشفع لهم نسأل الله أن يجعلنا من شفاعته أوفر نصيب صلى الله عليه وسلم وهذان الإسمان الكريمان هما من أسماء الله الحسنى فمن أسماء الله الرؤوف ومن أسماء الله الرحيم ولم يعطهما لأحد من الأنبياء إلا لرسولنا صلى الله عليه وسلم فالحمد لله رب العالمين ونحمد الله تعالى أن جعلنا من أفراد أمته فهذا شرف عظيم قد خصنا الله تبارك تعالى به ولذلك علينا أن ندخل السرور إلى قلبه صلى الله عليه وسلم وذلك باتباعه اتباع هديه صلى الله عليه وسلم لأنه يحب ذلك وهذا هو المسلك الذي اكسار عليه الصالحون ونسأل الله تبارك تعالى أن يجعلنا سائرين في هذا الطريق في هديه صلى الله عليه وسلم فاللهم ارزقنا اتباع سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال والأخلاق واجعله روحا لذاتنا من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين واحشرنا في زمرة المسلمين الصادقين حتى نلقاك على الرضا والمحبة آمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته